السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعاتي الغاليات فيديو جديد وقتراح جديد اقترح عليكم خبيزات بالفينو كيجيوا اكتر من رائعين كيجيوا رطبين وشاش ومنظر ديالهم كيجي رائع كيصلحوا حتى العراضة ديالكم والعزومة ديالكم ان شاء الله هاد الاقتراحين لاعجبكم تربوا الطريقة اللي كان اعتمتها في تحضير هاد الخبيزات ديال الفينو اللي سبقوا قلت لكم انهم كيجيوا اكتر من رائعين ان شاء الله المقادير وطريقة تحضير هنه يعندي زلافة ديال دقيق الفينو وغنضيف ليه ايضا جوج زلافات ديال دقيق الابيض باي عبار هاد كتعبروبيه او اي كيمية بغيتوها ممكن توزنوا بالقرام يعني اذا ضفتوا اضفوا مائتان وخمسون قرام ديال دقيق الفينو غط ضفو خمسمائة جرام من الدقيق الابيض ضفت لي القليل من الملح على حسب كمية الدقيق وضفت أيضا ملاقة كبيرة من الخل هندخل الملح في الدقيق مزيان ونضيف لي أربعة ملاعق ديال الزبدة الزبدة مذابة حتى ندوب الزبدة عبر خمسات الملاعق هنا من الأحسن أننا نضيف زبدة نوعية جيدة وضفت هنا أيضا الخميرة الفورية لذوبتها مع ملعقة كبيرة من السكر في القليل من الماء تافئ خليتها حتى تفعلت لي شوية وضفتها للدقيق نحن نخلط طقيق ديالي مزيان ندخل فيه الخميرة والزبدة ونبدأ بجمع العجين ديالي بالماء الدافئ نضيف شوية بشوية في الأول سوف نجمع العجينة ديالي تكون متماسكة يعني ما تكونش في الأول مرخوفة بزاف في الأول كنجمع العجينة ديالنا تكون متماسكة ما تشوفوا معايا يعني من هنا نضيف شوية بشوية 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 وندلكوه وهنايا كان بدأ ندلك العجين ديالي مع إضافة الماء يعني كان استعنوا بالماء وندلكو العجينة ديالنا لأن العجين كتكون مرخوفة كتلصق في ليدي كنستعن بالماء وأنا كنعجن هنا يا العجينة ديالي من بعد ما دلكتها مزيان وعجنتها مزيان ولت مرخوفة وطالقة وطلوقة يعني طلقة رصها مرخوفة بزف هنغطيه وغنخليها تخمر هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خمرتلي في هات المرحلة ضروري نخلي العجينة ديالنا تخمر مزيان 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 ضعف الحجم ديالها هنيا غنرجع نخرج الهواء اللي تشكل في العجين مع الاستعانة بالماء دائما حيث العجينة مطلقة مزيان يعني كتلصق في ليدي كنستعن بالماء وكنضرب في العجينة ديالي بهذا الشكل كنخرج الهواء اللي تشكل فيها سوف نستمر في هذه العملية 1-5 دقائق سوف نستمر في هذه العملية 1-5 دقائق معايا العجينة ديالي اكتر كنغطيها مرة اخرى وكنخليها تخمر للمرة الثانية كنضهنها بشوية ديال الزبدة المذابة ممكن تضهنها بالزيت أنا بقتليها شوية ديال الزبدة بكيميا اللي فتها للطقيق استغلتها ودهنت بها العجينة ديالي ممكن تضهنه بالزيت هنا يا من بعد ما خمرتلي العجينة ديالي للمرة الثانية كنخليوها تخمر مزيان كتشوفوا العجينة ديالي مش حال تضعف الحجم ديالها غنخرج من هالهواء اللي تشكل فيها مع الاستيعانة هاد المرة بالزيت غنضهن اليد ديالي بالزيت وغنبدأ نشكل خبيزات ديالي أنا غنحضرهم صغارين بهذا الحجم الصغير ممكن تحضرهم كبار يعني خبيزات كبار الحجم كيبقى اختياري غنشكلهم بهذا الشكل وغنفندهم في السميدة الرقيقة او في الفينو او ممكن نستعملون خالة كيبقى على حسب الاختيار غنشكلهم كاملين بهذا الطريقة كويرات صغيرة وغنفندهم في السميدة الرقيق او الفينو هنين استعملت الفينو لكن بالسميدة كيجي احسن هنين من بعد ما كملت العجين ديالي اللي شكلته قطع كاملين غيكونوا القطع اللي وجدناهم في الاول بدأوا يخمروا يعني سبرنا عليهم واحد العشر دقائق هنرجعوا عندهم ونقرسوهم بهذا الطريقة واحد شوية ماشي بساف غير باش ياخدوا الشكل انا استعملت هاد الايطار ماشي ضروري ممكن غير تقرسوهم شوية كابليت على شكل دائري باش يجيوا متن عسقين فقط هنرجعوا عندهم كاملين حتى كي بدأوا يخمروا كنحسوا بهم ان بدأ فيهم بدأوا يخمروا يعني كنخليهم على الاقل واحد العشر دقائق كيرتاحوا مزيان باش كي يسهل علينا اننا نقرسوهم بهذا الطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما نغطي الصينية الاولى ونرجع لصينية الثانية ونقرسها هي الأخرى نفس الشيء بحال يدرت معه الصينية الاولى من بعد ما غأنكمل غأنخلي الخبيزة ديالي بواحد الربع ساعة حتى يبدأوا يخمروا هنا يرى يخمروا يعني ما يخمروش يعني ما تضعبش الحجم تيالهم كامل يعني فقط بدأوا يخمروا ونجي عندهم نشرتهم بالموس أو بأي آلة حتى بهذا الشكل غير بشوية على الخبيزة ديالنا شوية بشوية بشي آلة تكون حادة ونشرط الخبيزة ديالي كامل ونرجع نغطيهم ونخليهم يخمروا من بعد ما كيخمروا الخبيزة ديالنا إلا القينا أنه هاد الشريطات يعني ما كيبانوش نفخوا مرة أخرى ممكن نرجعوا أننا نشرطهم مرة أخرى من نفس المكان يعني كنحاولوا نفتحوا ديك الشريطات باش من يطيبوا يجيوا بالشكل يكونوا مفتوحين كيجي الشكل ديالهم جميل أو ممكن بعد كل خمس دقائق كنرجعوا لخبيزة ديالنا وكنحاولوا نفتحوا ديك الفتحات باش يبقوا مفتوحين من بعد ما كيخمروا هنا يمن الأحسن أنه ما نخليوش لخبيزة ديالنا يخمروا بزاف هاد المرحلة خاصة إلا كان جوك سخون ونخليوهم شي يخمروا بزاف فقط غير كنشوفوا أنه بدا يضع في الحجم ديالهم وبدوا يخمروا ممكن ست دقائق أو ممكن حشر دقائق على حسب الجو ونضعوا طيبوهم مباشرة من بعد ما خمروا الخبيزة ديالي في هاد المرحلة كنكون سخنة الفرن ديالي على درجة مئتان درجة يسخن الفرن من زيان سنعمر هاد الشريطات بالزيت أو ممكن أنكم تدهنوهم فقط بشيشيتة يعني ما بغيتش ندهنهم باش ما نقشش الخبيزة ديالي ويتفشو هنا يكن نوضع الزيت في هاد الحفيرات وكندخل الخبيزة ديالي على فرن كيكون ساخن جدا كننهبطو درجة الحرارة شوية يعني ما نخليوش الفرن كيكون ساخن بزاف في الأول ممكن تسخنوا الفرن أكتر من مئتان درجة ومن يدخلوا الخبيزات الفرن نقصوا درجة الحرارة إلى مئتان وإلا كان الفرن ديالكم سخون بزاف ممكن غير مئة وثمانون يتيبوا من أسفل وأعلى مرة واحدة واحدة هنا كتشوفوا معي الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا من بعد ما طابو كييجيوا رائعين رطبين كيشي وهشاش وخفافين كنتمنا هاد الوصفتنا لإعجابكم بتجربوا هاد الطريقة وهنا كتشوفوا معي الشكل ديالهم من الداخل كييجيوا خفاف رائعين وهذه كانت وصفة اليوم كنتمنا أنه الفيديو كان خفيف وفرجة تكون ممتعة الموعد ديالنا إن شاء الله سيكون فيديو جديد بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى